إذن بسيناريو قريب جداً لسيناريو موسم 2012 الستي يحسم لقب الدوري بثلاثية مقابل هدفين في مرمى أسطن فيلا بعدما كان متأخر بـ 2-0 هو سيناريو قريب جداً ومشابه جداً لسيناريو 2012 بعدما كان متأخر أمام QPR 2-1 2-2-3-2 هدف أقويرو آنذاك حسم اللقب اليوم هدف الكاي غان دوغان حسم اللقب للستي بعدما كان على وشك أنه يخسره بآخر دقائق من دقائق المباراة مبروك للستي اللقب الرابع في عهد غوارديولا من خمس مواسم الستي سيطر سيطرة مطلقة على الدور الإنجليز الممتاز ولكن بصراحة هذا الموسم بآخر دقائق كان ممكن يضيع اللقب بأخطاء يعني غوارديولا أخطاء لعبين وبروح جيرارد وكوتينيو في أستون فيلا اللي شاف المباراة بيعرف أنه كان في أخطاء باختيار تشكيلة بلا شك خصوصا على صعيد الدفاع شفنا الجبهة اليمنى كانت مضروبة تماما من ناحية الستي دفاعيا عم نحكي ستونز وفرناندينيو كانوا مقدمين أداء سيء جدا على جهة اليمنى وكانت جهة مخترقة بقوة من جانب أستون فيلا أستون نجح بتسجيل هدف ونجح بتسجيل هدفين ولولا رعونة ووتكنز كان ممكن الفريق يخلص المباراة بثلاث أو أربع أهداف ويعطي اللقب لليفر بول ولكن ووتكنز أهدر الأهداف وأهدر اللقب أيضا على ليفر بول القهر أو اللي بيزعل جمهور ليفر بول أنه حقق الفوز بالنهاي بس اللي كان رح يزعلهم أكثر أنه يكونوا فايزين فعلا ونتيجة 2-0 أو 2-2 حتى ويجي هدف بآخر دقائق ينهي الأمان لا هيك السيناريو أرحم شوي بأنه اجت لـ 3-2 ونتيجة ليفر بول كانت بعدها 1-1 بالتأكيد في حسرة بالتأكيد في يعني نوع من أنه ليش واللقب كان قريب وكان ممكن ليفر بول فعلا يخطف اللقب بسيناريو تاريخي ولكن بدون شك السيتي قادر على العودة بأي مباراة صعب جدا أنك تدافع أمام فريق مثل السيتي لمدة 90 دقيقة برأيي إخراج كوتينيو كان خطأ فادح من جانب جيرارد كان ممكن يتجنبه وكان ممكن يخلي كوتينيو اللي كان فارض ضغط على مدافعي السيتي عفوا وعلى جمهور السيتي أيضا فإخراج كوتينيو ريح شوي دفاع السيتي سلم المباراة أكثر سلم نصف الملعب بشكل كامل للسيتي أستون فيلا كان عبيتهم دع الكرات الطولية أن يضرب دفاع السيتي بالكرات الطولية ونجح فيها مرة ومرتين وكان قادر نجح فيها بثلاثة واربع مرات مثل ما حكينا لوما أنه واتكنز ضيع أهداف محققة في المباراة الشوت الثاني كان من المتوقع أن السيتي عما ردت فعل تبديلات جوارديولا كانت صح مية بالمية إخراج محرز اللي كان مهاري ولكنه بعيد شوي عن القول بعيد شوي عن نجاعة ستيرلينج نجح بأنه يصنع هدف شفنا أدخال قندوقن اللي قلب المباراة قندوقن هو كان كلمة السر بهاي المباراة هدفين هدف بالرأس وهذا الشي مش معتدين عليه من قندوقن وهدف ثاني أيضا أو كان الثالث للسيتي والثاني لقندوقن حسم الأمور كلها لصالح السيتي أيضا هدف رودري كان مهم جدا يعني كان فيه إحساس داخلي أن السيتي قادر أن يرجع بثلاثة اثنين لذلك على ليفربول أنه يسرع بعملية تسجيل هدف لأنه برأيي لو ليفربول سجل هدف قبل ما السيتي يرجع بالمباراة يمكن كان زاد الضغط أكثر على السيتي السيتي دخل مباراة مضغوط متسرع مثل ما حكينا بحلقة بعض الصافرة هذه نقطة قوة كانت لليفربول أن السيتي رح يفوت متوتر متسرع عليه ضغط عالي جدا أو شديد جدا لذلك كان واضح أنه السيتي غير قادر على التعامل مع هذا الضغط غير قادر على أنه يسجل هدف بالشوت الأول انتظر للشوت الثاني وبعدين بصرت نتيجة 2-0 ما عد عنده شيء يخسره تخلص من الضغط ونجح بتسجيل ثلاثة أهداف وخلص المباراة مبروك لجمهور السيتي وهاردك لجمهور ليفربول وشكرا للفريقين على موسم لا ينسى في الدوري الإنجليزي الممتاز مبروك لتوتنهام أيضا تأهل لدوري أبطال أوروبا على حساب أرسنل اللي يعني وصل متأخرا رغم الفوز اليوم ولكن وصل متأخرا مبروك لجمهور السيتي مرة أخرى وإلى لقاء في موسم آخر ممتع ومثير من الدور الإنجليزي الممتاز باي باي